وصول أميرة عراقي ابنة المعتقل إبراهيم عراقي البرلماني السابق على المركز الأول مكرر في ثانوية العامة على مستوى الجمهورية في تخصص العلوم عامان ونصف من المعاناة لم تنتهي بعد منذ اعتقال والدها والحكم عليه بسدن المؤبد وما صاحبه من ألام وعقبات ذات صلة بذلك لم تفت من عزم أميرة العراقي التي حققت المفاجأة بما مرت به من ظروف استثنائية صعبة والدها معتقل وهو شخصية معروفة وأستاذ أكاديمي منذ عام 2014 قيد الاعتقال وحكمها بالمؤبد في 2015 ومع ذلك يتجاهلها وزير التربية والتعليم ولا يقب بتهنيئتها كسائر الطلبة أميرة تقول أنها غير مهتمة بتجاهل رئيس أو وزير التربية والتعليم لها وغير معنية بمعرفة سبب ذلك وأن الوزارة هي المعنية بتبرير الأمر حركة جامعة مستقلة عملت نشاط جدا رائع وقامت بعمل حملة تضامنية لتهنئة الطالبة أميرة من كل دول العالم بمختلف الوسائل وكانت تهنئتها يعني لاقت صدى في العالم كله نتائج الثانوية العامة المصرية حافلت بعشرات النماذج والقصص لطلب معتقلين وأبناء معتقلين حققوا نتائج مثيرة للتقدير والإعجاب رغم ما يعانونهم من ظروف استثنائية وصعبة نتيجة استهداف النظام لهم ولذويهم هذا الأمر عمل عندهم حالة من حالات التحدي كيف نظرتم كمنظمة حقوقية سيد خلف لما قامت به الوزارة من تصرف بحق أوائل الثانوية العامة وبالذات أمير العراقي عندما اكتشفت أمر والدها هذا النظام يتعامل مع المعارضين والمناهضين بعدم احترام مكافة القوانين والموافقة الدولية هذا النظام الذي يقمد على الأباء ويعتقل الأبناء ويطارد الشباب يعني لا يحترم قانون ولا موافقة احترام البحث العلمي واحترام العلماء كان يتوجب عليهم أن يقوموا بالتعامل مع أكتشف الجماعات بهذه الصورة التي تهم في مصر فما حدث مع أميرة صورة مصورة لما يحدث مع علماء مصر الآن الآن علماء مركز السجون الأميرة استطاعت أن تتحدى الظروف الصعبة ليست أميرة وحدها ولكن عدد كبير من أبناء المقبوض عليه والمقصادر بحق الأحكام بالمؤبت هناك شهداء أبنائهم حصلوا على دردات عدة 68% هناك بعطاء قليل أبنائهم يعني يقاربوا من المزموعة الذي حصلت عليها أميرة هذا تحدي في نكوة الأبناء هذا يعني تحدي قرادته النفنة ولكن المشكلة أن النظام لا يعتارد لبناء دولة ولا يسعى لبناء دولة ولكنه يسعى للانتقام من فصيل سياسي حتى وإن كان هذا الأمر يأتي على حساب الوطن وعلى حساب مصحة الوطن وعلى حساب قيمة الوطن حدثتني عن المليارات التي تصرخ عن البحث الآن لتنمس والمليارات التي تصرخ عن بناء السجون 11 سجن كما أردتكم في تقراركم الآن ظنوا في تقراركم لبناءهم في مصر خلال هذه الفترة فكمل مليارات الجهة إلى البحث العلمي هذه الدولة لتظهر نظام لكن عفوا هناك من اعتبر أن التفوق أميرة تسجل كنقطة لصالح النظام وأنه لم يغير نتاج الثانوية العامة وأنه يتعامل بعدالة مع جميع الطلبة حتى لو كان آباؤهم معتقلون بتهم إرهابية بين قوسين يعني دعنا ننتظر الأيام القادمة ماذا ستصر محامل المحامل من المعروفين بقربهم من النظام يسعى لتقديم بلاء ضد أميرة هناك بعض الأبواق الإعلام بدأت تتحدث وتحاول أن تشن حربا على أميرة لا يعني دعنا ننتظر الأمور ماذا سيصر عنهم هل تتوقع أن تعرقل الطريق أمام أميرة أنا أتوقع أن يعطل الطريق أمام كل متفوق وناجح في هذه البلد سواء كانت أميرة وغير أميرة هذا النظام لا يسعى إلا إلى تركيع البلد نظام يسعى إلى أن تستأثر السلطة الحاكمة في مصر وهي العسكر بكافة الموارد وكافة الإمكانيات وكافة الكفاءات أما مدينة ذلك لا يهمهم مستحة وقم المدينات توجها للسجون المدينات توجه إلى يعني الصرف على الاعتقالات المدينات توجه إلى يعني إرضاء السلطة القضائية باية سي Instead ofedar يعني من الآن صدر القانون بفرض يعني قدمها يعني قبلها عشر جنيات على تهاف كل الطلبات المقدمة للمحاكم لتوجه لأدنس صندوق الرعاية الصحية للقضاء إذن كما يشغل بالل نظام هو استرضاء القضاء استرضاء الإعلام استرضاء الد胖لية بناء السجون أما معذ ذلك فلا يشغل بالنظام أبدا وننتظر الأيام القادمة لنرى سيكون افتنان بأميرة ومطاردة لأميرة وعمل خلف البيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك